في مقابلة حصرية للحدث قالت أسماء محمد زوجة أبو بكر البغدادي إن قائد تنظيم داعش كان يتحرك بحرية ويقود السيارة بنفسه وأنه كان يشعر أن الاعتراف بالدولة المزعومة واقع وفي انتظار الاعتراف الدولي البغدادي كان يتحرك بمطلق الحرية في تلك الفترة حتى في بعض الأحيان كثيرة كان هو يسوق السيارة بنفسه يعني بعض الأحيان ما يحتاج منصور يعني كان هو يسوق السيارة ويتنقل بنفسه أصبحت عندهم مجال كبير للحرية أماكن كثيرة سيارات كثيرة كانوا يتنقلون بحرية كانوا يشعرون أنه خلاص فعلا أنهم خلافة دولة فقط انتظرون الاعتراف دوليا بهذه الدولة زوجة البغدادي وصفت زوجها بالمغرور خاصة بعد توليه الخلافة المزعومة حيث أصبحت تشعر بخطر حقيقي على نفسها وأسرتها من بعد خطبة البغدادي في ناينوة طبعا اختلفت الحياة كثيرا الآن أصبحنا نشعر فعلا نحن في خطر حقيقي يعني كعائلة نحن الآن فعلا في خطر حقيقي يعني الرجل يعني أصابوا غرور يعني ما عاد يعني يهموا الناس اللي حواليه يعني كل اللي يهموا هو فتوحات أمنوا الشخصي كيف يوسعون هذه الدولة كانت عندهم أحلام كبيرة يعني يصلون إلى روما يفتحون يعني كانت في رأيي خرافات ترجمة نانسي قنقر